السلام الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم في الكابسولة رقم 129 النهاردة هنتكلم على Tilted Chick Volve أو Tilted Swing Chick Volve أحد أنواع محبس عدم الرجوع شوفوا يا جماعة هنتكلمنا بكده أنه هنقسم محبس عدم الرجوع لنوعين اللي هو بطيقة الاستجابة وسرعة الاستجابة وتكلمنا المرة اللي فاتت على التقليدي المحبس Tilted Chick Volve التقليدي اللي هو Swing Chick Volve وإذا يعني اتكلمنا على مزاياه وعيوبه المرة دي هنتكلم على حاجة يعني شبهها برضو اللي هو Tilted Tilted Swing Chick Volve اللي هو بيسموه أحياناً Butterfly Chick Volve واخدين بالكم يا جماعة يعني هو أقرب شكله وتصميمه قريب جداً من حابس الفراشة شوفوا يا جماعة هنا هو كل حكاية حاولوا يطوروا شوية احنا كان عندنا Swing Chick Volve بيلف حوالين هنج أو محور مربوط في طرف الإيه الدسك في طرف الأرس نفسه المرة دي خلوا الموضوع في إكسنتريست شوية خلوا الموضوع بعيد شوية عن المحور بحيث يبقى سهل الفتح أسهل من الفتح شوية زي ما حالكم شايفين كده شبه بالظبط كده محبس الفراشة ده الفرق الوحيد ده تطوير يعني وده التطوير بقى بحاولوا يخلوه يبقى أسرع استجابة من المحبس العادي اللي احنا بنقول له عليه اللي هو التقليدي بتاعنا التقليدي بتاعنا هو Swing Chick Volve شوفوا يا جماعة بيشتغل ازاي هو ده يا جماعة زي ما تشايفين اهو وزي ما تشايفين برضو ركب له التقل والليفر والتقل والهيدروج دمبر عشان يساعد في سرعة الايه القفل ويبقى فيه وزن اكبر التقل زي ما شوهي اتنين تقل مش تقل واحد ده احد التصميمات يعني ممكن يكون تقل واحد وليفر واحد زي ما حالكم شايفين اه التركيب يا جماعة بيلاحظ بقى الحتة دي مهمة جدا واحنا جاهز ما قلناهاش فيه المفروض ان هو لا يركب حيركب رأسي او افقي بس يركب اه مظبوط يعني ايه يعني الرأسي يبقى رأسي فعلا الوفق يوفق جدا ما يبقاش ميل لان احنا نعتمد في القفل على الجاذبية قوة الجاذبية اللي هي المفروض القوة رأسية فانت لو لو انت كان الموضوع في ميل ممكن جدا يأما يفتح بقى المحبس يعني مفتوح على طول يأما يبقى يصعب ايه قفله واخدين بالكم يا جماعة يبقى احنا يلزمنا ان احنا لما بيركب بيركب بميزام مية يعني من الاخر بيركب بميزام مية لازم ان الرأسية بتاعته او الوفقية بتبقى مظبوطة ما يبقاش فيها يعني ميول ده بيخلي مركز السقل متغير وبالتالي ممكن مقفلش كويس او ممكن ميفتحش بسهولة بص يا جماعة النقطة اللي بتفرق عن السونج الشيفالف التقليدي هي الحتة دي انحنا عندنا ده النقطة المحور اللي بيلف حوالين زي ما انت شايفين كده انا فيه يعني بالتالي المشوار بتاعه اهو بقى اصغر بعد ما كان التاني بيلف تمانين درجة كاملة لا هنا هو بيلف يدوب مثلا حوالي خمسة واربعين درجة او حاجة اقل يعني ده وده وده يعني بيخليه اسرع في الاستجابة لكن لا يزال برضو هو من المحابس بطيئة الاستجابة لان المحابس اللي بساعة الاستجابة بيكون فيه يعني حاجة ميكانيكية بترده زي مثلا سوستة او او كده يعني بيساعد في سرعة الافل لكن زي ما احداكم شايفين كده ده اللي هو بيسموه او بيسموه طيب الخلاصة ايه بقى الخلاصة عندنا تطوير لكن لازال هو برضو من المحابس البطيئة حجمه كبير الفقد في الضغط فيه قليل بيستخدم في المايا والصرف يركب افقي ورأسي يعني احنا بنقول ان هو الفقد في الضغط فيه قليل ده كويس لكن لازال احنا برضو فيه المشكلة اللي هو فيه اللي هو اللي هو بيسموها او الصفع او الخبط اللي بيحصل لو حصل ارتداد برضو لازالت ايه المشكلة اه بنقول ان هو بيركب له اه ممكن اركب له اللي هو دراع والتقل او مخمد هادروليكي كل ده وسائل تحسين اداءه يعني لكن زي ما حضراتكم شايفين كده هو تطوير اه لكن ده برضو اه يعني له مميزات يعني طبعا انا يعني فيه ميزة مهمة جدا صحيح مهمة جدا انا ما اقولتهاش حتى في ال انه لما يركب له التقل اه بتاعه يبقى انت اللي هو الدراع والتقل فانت بيبقى شايف مفتوحة لمقفول يعني تبقى فياخد بالك المحابس بتاعك مفتوحة مقفول دي حاجة مهمة جدا يعني فيه محابس كتير جدا من ما تبقاش عارف ده كده قافل ولا فاتح ولا انظام لكن المحابس دي لا بيكون واضح فيها لان التقل بيترفع لما بيفتح وبينزل لما بيقفل فبالتالي يبقى انت مفاهم بالزبط يعني ايه انظام فاتح ولا قافل وده كمان ممكن تستخدمه لما تيجي تحضر ترومبا بالعكس فانت بتستخدم الدراع ده بترفعه عشان يفتح وبتالي يدخل شوية مية حضر ايه اللي يملأ الترومبا وبتالي ايه تحضر دي كانت كابسولة النهاردة اتمنى انها تكون مفيدة واتمنى منكم التواصل على الايميل الموجود على الشاشة او على الرقم الوص الموجود على الشاشة بشكركم شكرا جزيلا انا شوفكم في كابسولة جيدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله